اشتركوا في القناة فيه برامج كثير لبرنامج اوفيس للجوال او للحاتف الذي من خلاله يمكن ان تكتب البحث به لكن هذا البرنامج هو وي بي اس اوفيس من افضل البرنامج الورد الموجود في داخل التليفون التي استعماله اسحل بكثير بكثير من باكي الوفيس وله ميزة وخصائص لم اجده في باكي الوفيس الموجود في الورد الموجود للحاتف نذهب الى play store عندنا نفتح play store ثم نكتب في قناة البحث وي بي اس اوفيس مباشرة يأتي لنا نكتبه هنا تمام هو هذا البرنامج ننقر عليه بهذا الشكل بعد نكر عليه ندوس على install لنقوم بتثبيته هو مسبب اندي من زمان لكن يحتاج لمشاجور فقط هو يحتاج الى بتجديد بعد تنزيله في الهاتف ان تتجده اندك بهذا الشكل على شاشة الكمبيوتر ثم بعد ذلك نذهب الى play store اكرا نأتي لكم برنامج الثاني الذي من خلاله ان تتصور جزء المكان الذي تريده ان تكتبه في الورد في الكتاب تصوره مباشرة يغير هذه الكتابة الى صورة مكتوبة داخل الورد كيف نذهب الى play store ايضا ونأتي الى recharge ونكتب text scanner مباشرة نعمل recharge نجد هو اول خاصية عندنا هنا ربما يكون عندك في الشارج ثاني خاصية لكن انتبه الى الامة او الى اللوغو لهذا البرنامج ننكر عليه بهذا الشكل مباشرة هو هذا البرنامج ايضا نزلته من زمان فقط يحتاج الى التحديث اذا انت تكون بتثبيته بعد تثبيته ايضا انت تجده اندك على شاشة بهذا الشكل اذا الان نفتح البرنامج التي من خلاله نقوم بتصوير جزء مويا في الكتاب وبعد ذلك يحاوله لنا الى الكتابة مكتوبة ثم نذهب به الى برنامج الورد ونعمل لسخ في البحث او نبدأ به البحث تمام الان نفتح البرنامج ننكر عليه بهذا الشكل تعطينا بهذه الهالة ندس على او الموافق اكذا ايضا تمام الان لما فتح البرنامج معنا انقر على هذا المكان اللي هو مثل كاميرا واصور الورقة التي اريد كتابتها من الكتاب المقرر اذا انقر عليه بهذا الشكل ثم بعد ذلك انا اصور الورقة التي اريدها سواء كان وركة كاملة او سواء كان جزء معين فقط من الورقة فمثلا انا اصور جزء معين فقط من اجل فيديو بهذا الشكل وعمل لازم تتكن في الالتقاط حتى يأتي كل شيء معك ايضا اذا انا انقر على هذه الدائرة الان واصور بهذا الشكل تمام بعد تصويري بهذا الشكل انقر على هذه الدائرة ايضا ملاحظة لازم وقت ما ان تتعمل هذه الاملية لازم ان يكون الحاتف متسل بالانترنت اذا انقر على هذه الدائرة يأتي مائي بهذا الشكل وربما اندك سوف يعتي بهذا الشكل لو اتى اندك بهذا الشكل يعني شكل منحني ما فيه مشكلة شوف الصحمن المدور في هذا المكان انقر عليه حتى يستكيم مائك الورقة بهذا الشكل وبعد ذلك ايضا انت صورت الكتاب الذي باللغة العربية اذا من هنا انت تختار اللغة العربية لو صورت ايضا كتاب اللغة الانجليزية اذا انت تختار من هنا اللغة الانجليزية ولو اللغة اخرى وهكذا تمام اوكي ثم بعد ذلك انا انقر في حدود الورقة نكرة مستمرة ثم اسحبه بهذا الشكل حتى يعطيني هذه الدائرة بهذا الشكل مثلا انا اريد ان ينتهي من هنا او اريد ان ينتهي من هذا المكان اذا ادع كل شيء في الورقة اذا في بعض الهدود لم يدخل في التحديد اذا انا ادوس على هذا ادوس عليه واعمل اوكي بعد ذلك انقر عليه مرة في المنتصف ثم اسحبه من الخارج حتى يدخل الكل في التحديد بهذا الشكل ثم انقر على هذه الالامسة ثم بعد ذلك انقر على الامسة هنا مرة اخرى ان تزرق قليلا الان اذا هو قال لي انه الان في استخراج الكتابة اذا انتظر قليلا حتى يستخرج الكتابة من الورقة بهذا الشكل كما ترون الان اخذ كل الناس الموجود في الصورة بهذا الشكل اذا انت تنكر على هذا المكان عندما تنكر مباشرة نشوف ماذا يجد انت تجد كل الكتابة اخذه والذي حددته بهذا الشكل فمباشرة اريد اخذه الى برنامج ورد الذي عملنا انقر مستمرة على هنا وبعد ذلك اسحب هذا الى بداية واسحب هذا حتى الى نهاية الكتابة بهذا الشكل وبعد ذلك انقر على كوبي بهذا الشكل او انقر على كوبي وبعد ذلك اخرج بالمنتصف ثم اذهب الى برنامجنا اللي هو برنامج WPS Office افتوه بهذا الشكل تمام لما يعطيني بهذا الشكل انقر على اكسبت وبعد ذلك يسألك انت تريد استعمال البرنامج كالطالب او كالمدرسة او ما الى غير ذلك اذا انت تقول انك الطالب اذا نختار اول خيار وبعد ذلك نختار هذا الشكل اللي هو نختاره بهذا الشكل وبعد ذلك يعطينا هذا النهاية نختار الموافق الان سوف يسألنا عن تسجيل القرور الان سوف يخبرنا تسجيل دخول باهداء الهساب اما اميل او اما فيسبوك اذا انت سجل بالجوجل اللي هو اسحل الشي ندوس على هنا تماما الان اختار اي هساب الذي موجود معك في جيميل او ادخله مجددا انا اختار هسابي تماما الان فتح معنى البرنامج بهذا الشكل هذه القائمة الاشياء التي انت فتحت او كتبت عليهم من الاول لو تريد ان تكتب ان تفتح صفحة جديدة وتكتب ورس جديد ما عليك الا ان تكفى على هذا الالامة الزائد هذه الالامة الزائد وبعد ذلك نختار هذا المكان الهو عليها الو الهو للورد فيه وورد وبوربونت وكمان فيه بيداف وإكس لكن لازم انها تاجه فقط هو الورد اذا اكف عليه بهذا الشكل وتعطي لنا بهذا الشكل اذا انا اختار اول خيار الموجود وهنا الهو ورقة فادي اذا انقر عليه زائد هذا تمام بعدما فتح معنا الكتابة الصفحة بهذا الشكل ننقر على هذه العادة من هنا شوف نجد اندنا حجم الكتابة واندنا نوع الكتابة وبولد اتاليك وسطر او الوان الكتابة اندنا هنا وكمان اندنا مثلا الملاحزات وكمان الان هنا الان باتجاه الانجليزية اي من الشمال الى اليمين اذا نحن الان لازم نجعلها عربية من اليمين الى الشمال اذا نحن نسحب حكذا حتى نجد هذا ننقر هنا لكي شوف نقل الان الى اتجاه العربية فهنا كل ما موجود في الورد تجدونه في هذا المكان انت تنقر عليه وتسحبهم باشرة تجد كل الاشياء كل من يعرف الورد يعرف تماما اوكي اذا الان انا اخذت الكتابة من الصورة التي صورته بالبرنامج حتى اخذت الكتابة منه فمباشرة انا اتي هنا اعمل لسق لكن قبل ما اعمل لسق لازم اكتب كتابة بسيطة انقر هنا مرة اخرى ثم اكتب كتابة مؤينة سواء كان بسم الله او لا الحمد لله وإلى لو انا نقرت مستمرة الان وعملت بيستي او كلي الكتابة التي انا اخذته اجده لا تأتي بشكل مميز مثلا شوف لو انا نقرت هنا مستمرة وبعد ما يطلع لهذا انا لما انقر على او بيست شوفتم ماذا يحصل شوف اصبع الكتابة لا تستطيع ان تقرأ شوفتم بهذا الشكل فلذلك عندما تأتي هنا عندما تأخذ الكتابة من داخل البرنامج هناك لازم عندما تأتي هنا تكتب على الاقل كلمة بسيطة فقط انا اكتب بسم الله بهذا الشكل تمام عندما اكتب بسم الله ممكن ازيد عليها الرحمن الرحيم وبعد ذلك عمل ثم انقر مستمر الان بهذا الشكل ثم انقر على كولي او بيست هكذا شوفتم ماذا هصل الان اصبح الان كتابة اندك الان جيدة بهذا الشكل فمسلا ينتهي الرحمن الرحيم هنا فقط انت تكف هنا فانقف هنا ونعمل انتر شوف مباشرة نجد الان كتابة اتى عندنا بشكل المميز الان انا انهيت من النسق صورت اماكن التي اريدها في التليفون وبالبرنامج واخذت كوبي وبيست فمسلا انهينا من التركة هنا اريد صفحة اخرى يزيد عليه اخرج بهذا واعتي الى او من الوسط اعتي الى البرنامج مرة اخرى اللي هو يعخذ صورة من الكتابة ويجعلها كتابة افتوه مرة اخرى اذا اقوم بالرجو تمام ارجي اذا الان عندما ارجي فقط انقر على كاميرا هنا مرة اخرى واقوم بتسوير الكتابة مثل ما رأينا لكن يمكن ان تكون قد صورت المكان للكتابة تريد ان تأتي به في البرنامج ولكن الكتاب ليس معك اذا طالما صورة الكتابة معك فقط انت تنقر هنا وتأتي بالصورة كذلك مثلا كتاب مؤين انت تأخذ منه البهس لكن في سيجة عندك في الحاتف فلازم انت تكتبه فلذلك انت تفتح صفحة الموجود معك وتعمل له يعني تأخذ منه وبعد ذلك انت تأتي الى البرنامج تفتحها وتنقر على هذا المكان ثم تزحب الى مكان الجالري عندك الهو سيديو وتحدد الورقة التي املت له يعني سكرينسوت من البيديف وهو يحاوله لك مباشرة الى الكتابة مثل ما قلنا لكم قلنا لكم دائما لازم ان يكون عندما عند الاملية يكون الجهاء التليفون متصل بالانترنت اذا انا سوف اعمل سكرينسوت لبيديفون معين وامشي لاعطي به لكي ترونه كيف نجرب ذلك ايضا اذا ارجع بهذا الشكل الان بعد ما قمت بسكرينسوت الهو تصوير الشاشة فقط اكف على هذا المكان وبعد ذلك ابحث ان الهو غالري اندي او الصورة فمنكم اعطي الى هنا وبعد ذلك اعطي الى غالري او استيديو اندي مكان حافزتي الصورة تمام الان نشوف انا اخذت السكرينسوت الهو تشوير شاشة يعني من البيديف هو هذا موجود مع ابادة تهديده مباشرة من داخل التليفون ما علي فقط الى ان اختار اللغة التي موجود عليها الكتابة سواء كان بالارابية انجليزية او الفرنسية فمسلا انا انقر على هذه هذا القوس بهذا شكل حتى يستقيم اندي الورقة هنا فمباشرة اهدد الكتابة التي انا اريده فمسلا ابدع من مكان المطلب الثالث انكر مستمر في الزاوية وبعد ذلك اصحبه بهذا الشكل الى نهاية الكتابة فقط الان لم يدخل كل الكتابة فانكر على edit column هذا مباشرة انكر على ok وانكر على المنتصف يعطيني هذا فمسلا اصحبه الى الفوق واسحبه الى الزاوية اذا حتى يدخل كل التحديد في اندي بهذا الشكل اذا انكر على علامة صحة مرة اخرى وانكر على علامة صحة هنا الان بعد ذلك ان تزر الان ليقوم باستخراج الكتابة اذا ان تزر قليلا فقط يقوم باستخراج الكتابة مرة اخرى تمام شفتم الان انتهى استخراج الكتابة اذا انكر على الكتابة مرة اخرى هنا بهذا الشكل اذا شفتم الكتاب موجود مئي اذا انا انكر هنا بهذا الشكل يمكن لي ان اصحب هذا الى النهاية او يمكن ان اكف على هذا النقطتين سلاسة النقاط فوق بعد وبعد ذلك اكتر to selection بهذا الشكل تمام قام بتحديد الجميع اذا انا انكر على copy او copy او سواء كان لغة انجليزية او الفرنسية انكر هنا فمباشرة امشي الى البرنامج الورد الثاني الذي انا كنت فتحته وبدأت الكتاب منه اذا افتوه مرة اخرى بهذا الشكل اجد مكان الذي انا وقفت فيه ممكن ان اكف هنا واعمل enter وبعد ذلك انكر مستمرة هنا وبعد ذلك انكر على الكل او paste بهذا الشكل شفتم الان اذا اضاف ذلك الكتابة ايضا اذا انا اكتب الكتابة هكذا حتى الى نهاية هنا نهاية صفحة عندما انتهي من الكتابة فقط انا اتي الى هذا الرمز المربع هذا للحفز تمام وبعد ذلك اكتب له اسم معين مثلا اكتب بحس بهذا الشكل وبعد ذلك من هنا انا اختار مكان الذي احفظ عليه في هذا المكان انكر عليه بهذا الشكل انكر ذاكرة الميموري او ذاكرة الهاتف اذا انا انكر الآن ذاكرة الهاتف اندي بهذا الشكل وبعد ذلك انا انكر على رجسر او save او حفز لو كان باي لغة اندك الهاتف بهذا الشكل تمام انتهى حفز انا اخرج الان تمام بهذا الشكل فاي وقت انا اريد اي اضافة في البحث ما علي الى ان افتهى البرنامج بهذا الشكل وارى اسم البحث اندي فقط افته بهذا الشكل اندما افته بهذا الشكل انتظر حتى يفته اذا الان هو مفتوح اذا اتى هذا اذا انا انكر على انيلي بهذا الشكل وهو التجاوز إذن أصبح عندنا بهذا الشكل عندما نريد أي إضافة فقط ما علينا إلى أن نكف هنا إذا وقفنا مباشرة سوف يكون بالتقريبه إذن نحن نكتب إضافة التي نريدها وما إلى غير ذلك. عند النهاية كل وقت لما تضيف أي شيء مثلا لما أنا أضيف أي كلمة مثلا طالب بهذا الشكل إذن أنقر على هنا هكذا إذن الآن قام بهفزه وهكذا. الآن سؤال كيف أنا أنقر هذا الورد من الحاتف إلى داخل الجهاز حتى أطبق باقي الشروط. هذا الذي سوف نراه في الجزء الرائع الخامس بإذن الله إذن إلى هنا نكون قد وصلنا في نهاية هذه الحلقة. إن شاء الله سوف نلقاكم في حلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.